اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه المفضل بكلامه المبارك هذا القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين بزاق لقوله سبحانه وتعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً هذا القرآن شفاء لجميع الناس حتى الكافر يشفى ببركة هذا القرآن مصداق لقوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء هذا القرآن رحمة للمؤمنين واللجوء به إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل زمان في كل لحظة ما عنده وقت هو على تحسين القرآن قراءة القرآن هي تحسين النفس حتى في الحالات العادية بالتالي قراءة القرآن يعني مفروض أنها تكون موجودة سماع القرآن تلاوة الآيات والذكر صحيح نازم هي على المسلم الموحد عليه أن يجعل في يومه ورد من القرآن الكريم ومن الأذعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليرقي معناها نفسه معناها الإنسان أن يرقي نفسها أولا من أن يرقي هو الراقي أن يحصن نفسه ولكن إذا وقع هذا المسكين الضعيف لأن الإيمان يزيد بزيادة الأعمان وينقص بنقصانها في بعض الأحيان الإنسان ينهار معناها إيمانه ينقص وبالتالي معناه يفرط في صلواته يفرط في معناها في ورده للذكر وبالتالي يصاب يصاب بالعين ومشر حاسدين إذا حسد قال الله سبحانه وتعالى ومشر حاسدين إذا حسد إن الحسد هذه أول مصيبة وقعت فوق الأرض وفوق السماء وهذا هو الذي منتشر في مجتمعاتنا الحسد الذي طم وعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء أسبق القدر لسبقة العين العين حق لهذا الإنسان عندما ينقص إيمانه وينهار ربما يكون عرضة لأعين ناس الشريرة التي لا تذكر الله سبحانه وتعالى ويكون عرضة لشياطين الإنس والجن من السحرة وإذا كان هذا الإنسان على تقوى من الله وعلى طهارة لا يمسه شيء صحيح مصداق لقوله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هذا من الحفظ هذا يحفظون الإنسان أحفظ الله يحفظك إنسان عندما يقف عند حدود شرعية وعلى طهارة وعلى عقيدة صحيحة لا يمسه شيء لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروا بشيء والله لا يستطيعون لا يستطيعون أن يضره بشيء إلا بشيء قد كتبه الله له مصداق لقوله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا أذن الله سبحانه وتعالى بضار هذا السحر لهذا الإنسان يضره ولكن إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون كيف يصيبه الإنسان هذا السحر يصيبه عندما يضع في إيمانه عندما يتخلى عن الصلوات المفروضة الذي لا يصلي معنا لا يلبي دعوة الدعي إذا دعاه لا يلبي معنا أن يستيقظ إلى صلاة الفجر من صلى صلاة الفجر فهو في دمة الله صلاة الصبح في الجماعة فهو في دمة الله معدن الشك في الله سبحانه وتعالى يكيد الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين ولكن عندما تحفظ الله عند حدوده أحفظ لا يحفظك صحيح هذه القاعدة